الوثائق اللي عندي ممكن هي تكون سبب الاختر وسبب الاقلق اللي قاعد نتعرض له وفهم برشة اتصالات وصلتني والاتصالات هذية امسجلة من ناس تقول لي تنحي الفيديوهات هذية رقعت طلب الاختر يهدوني اذا ما نحيش الفيديو هذو ما يعرفوا كفاش يجيبوني ويتصرفوا معايا الى غير ذلك نحب نقول زادا كونه انا واحد من الناس منشرتش الفيديوهات هذو ما لسرية التحقيق واحتراما للقضاء اتوجهت الى الناس المعنية بالامر من فرقة مكفحة الارهاب في تونس وهذا معتها شي معروف زادا نحب نقول كونه الملف هذية تم احالته الى فرقة مكفحة الارهاب وحتى سقرات كان على علم بالملف هذية وتم خرق سرية التحقيق وتم في قناة التلفازية كشف بعض خيوط او بعض النقاط الحساسة في هذا الملف مما عرض ايضا يمكن حية السقرات تعرضت الاختار في جرة الملف هذية وخرق التحقيق اللي هو ممنوع قضائيا لكن نشوفه كونه من خرق التحقيق اليوم حر طريق ومزال يكذب في المعارضين داخل وخرج حدود البلد مع ذلك المحامي متاعي يرحم صبري كان على علم بالمعلومات هذية كان مطلع على الملف كان هو زاد المعني بتمثيلي امام القضاء التونسي فيما يخص القضايا المرفوعة ضدي ومنهم القضية مرفوعة ضدي من طرف حركة النهضة في القرسنة والجوسسة وزرعة معلومات خاطئة الى غير ذلك ضد قيادي في حركة النهضة المحامي متاعي يوم 17 مارس الفارت وجد معلقا في عمود كهربائي وتم دفنه مع تمرير على انه كان مختل عصبيا او يعاني من مرض نفسي خطير مما ادى الى انتحاره هذه الامور الغامضة اللي قاعد نشوفها انا اليوم كونه حتى محامي كان يمثلني امام القضاء التونسي ما سلمش مات في ظروف غامضة هذا الكل يمثل اخطر اكثر من الايام اللي فاتت ونزيد نعرف كونه فما مجموعة جايت بالذمة من تونس او من قطر مغاربة مبعوثة لتصفية ناس مقيمين في اوروبا في فرنسا خاصة انا امثل انا على رأس القائمة في هذه الاغتيالات هذا يخليني كان نخاف على روحي وخليني ناخذ احتياطاتي ترجمة نانسي قنقر